أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي هو ذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا إلى يوم الدين أسأل الله عز وجل أن يرزقني وأياكم من علم القرآن ويجعلنا من أهله ومن أهل فهمه وتدبر آياته إنه ولي ذلك والقادر عليه كنا وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا وهذا هو بدء ذكر الفتنة الثالثة وهي فتنة العلم وفتنة العلم من أشد أنواع الفتن في دقتها وعظم أثرها على من لم يتفطن لخطرها فقص الله عز وجل في هذه السورة ما يتعلق ببعض آثار هذه الفتنة وأنه قد يقع فيها أئمة من أكابر المهتدين والنبيين وأولي العزم من رسل رب العالمين ولذلك إذا كانت فتنة العلم وقع فيها موسى الكليم عليه السلام فكيف يأمن على نفسه أحد من الناس أنه لا يبتلى بهذه الفتنة لا يأمن على نفسه إلا مغرور وإلا من وقع وارتكس في هذه الفتنة إلى أذنيه لكن من دون أن يشعر ولذلك لما قص الله عز وجل هذه الفتنة ذكرها في نبي عظيم من أولي العزم من الرسل حتى ينبه على من دونه من الناس أن يحاذر الوقوع فيها فقال الله عز وجل وهو يحكي هذه القصة لا من أجل القصة فإن القصة لا تورد في القرآن من أجلها وإن من أجل العبرة والفائدة التي يأخذ منها قارئ القرآن ما يحتاج إليه في حياته وما يكون فوزا له بعد مماته فقال ربنا سبحانه وتعالى وهو يحكي بدءا هذه الفتنة التي جرت بين نبي مكلم وبين رجل معلم فيقول سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا لهذه القصة سبب ثبت في صحيح البخاري أن رجلا من بني إسرائيل جاء إلى موسى بعد أن خطب في الناس خطبة كانت هذه الخطبة محل إعجاب من السامعين فجاء هذا الرجل إلى نبي الله موسى وسأله سؤال ينبغي أن يتأدب الناس بأن لا يسألوا مثله أبدا فليس هذا من أدب المتعلم مع العالم ولكن اليهود ليس هذا بغريب عليه فجاء الرجل إلى موسى عليه السلام فقال يا نبي الله هل تعلم أحدا من الناس هو أعلم منك هذا السؤال لا فائدة منه ولكنه سئل عليه السلام فاستعجل في الجواب كما استعجل نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في الجواب على المسائل الثلاث كما سبق في أول السورة فاستعجل موسى عليه السلام فقال لا أعلم أحدا من أهل الأرض أعلم مني فأنزل الله عز وجل عليه الوحي مباشرة نزل جبرايل على موسى عليه السلام يقول بلى عبدنا فلان هو أعلم منك وكان هذا نوع عتب من الله على نبيه وخليله موسى كما أن ربنا سبحانه وتعالى عاتب محمد صلى الله عليه وسلم هناك هنا العتاب جاء على موسى كيف لم تحل العلم في هذا السؤال على الله عز وجل وتقول الله أعلم لا أدري وهن نزل عليك وحي بهذا لم يزل وحي وإنما أجاب من تلقاء نفسه بادر فأجاب أنه لا أحد أعلم منه فنزل الوحي بالتربية بلى عبدنا فلان هو أعلم منك الآن موسى عليه السلام جاءه أمره أما الأول فهو أن الله يعاتب وأما الثاني فهو أنه علم أن هناك من أهل الأرض من هو أعلم منه في جانب من جوانب العلم وموسى طالب علم وصاحب همه ولا يرر لنفسه بالدون فإذا كان من الناس عنده علم سواء كان أكبر أو أصغر فإنه سيسعى إلى أخذ العلم منه وهذا من أدب العلم ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله قال لا يكون المحدث كاملاً حتى يأخذ عن من هو أكبر منه وعن من هو مثله وعن من هو أصغر منه فإذا أخذت من الناس كلهم بسائر أصنافهم ربيت نفسك على أن تتلقى العلم عن الأكابر وأن تتلقى العلم عن من هو أصغر منك فتذل نفسك للعلم فهنا موسى عليه السلام مباشر بادر يريد أن يرحل وهذه الرحلة في طلب العلم وهي من أعظم الوسائل في تحقيقه يريد أن يرحل إلى فلان هذا أين هذا الذي هو أعلم مني فقال له الله عز وجل هو في مجمع البحرين وما الأمارة يا رب قال خذ حوتاً في مكتل المكتل السطل الصغير والحوت يعني السمكة الصغيرة ضع هذه الحوت السمكة ضعها في داخل هذا السطل والسطل فيه ما وانضي فيه فمتى ما فقدت هذا الحوت فإن ثم ذاك العالم فهذه الأمارة التي جعلها الله عز وجل لموسى فقال موسى لغلامه الذي معه وكان عنده خادم يخدمه وهو يوشع ابن نون ابن خالة موسى وكان الأنبياء جميعاً عليهم السلام لا بد لهم من خادم وكذلك كان أهل العلم قديماً وحديثاً كان من أدب الناس مع علمائهم أنه إذا برز عالم بينهم فلا بد أن يكون مع هذا العالم خادم يأتون بأحد الشباب بأحد الغلمان ممن يحب العلم ونفسه خفيفة في خدمة العالم فيقولون يا فلان اقبل هذا أن يكون خادماً لك ولذلك من تأمل في سير الأكابر من أهل العلم ما تجد واحداً منهم إلا وله خادم وكان ابن تيمية كمثال كان له خادم وكان من خدمه أخوه شرف الدين وكان يخدمه خدمة عجيبة حتى قيل له يا شرف الدين الناس أزهد ما يكون في العالم إذا كانوا من أهله وأنت أعظم ما نرى منك في خدمة أخيك بالعادة أن أزهد الناس في العالم هم أهله وجيرانه لما؟ لأن الناس الذين لا يرونه دائماً يرون فيه العلم والفتوى وفي مواطن معينة أهله يرونه يعني بشراً من البشر معهم يمزح ويأكل ويذهب ويجيء والجيران أيضاً كذلك يرونه يعني هو واحد من الناس أما من كان بعيداً عنه فيراه شيئاً آخر فدائماً يقولون أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه لكن هذا لم يكن في ابن تيمية لأن ابن تيمية لم يكن كأحد أهل العلم رحمه الله يقول عنه أخوه شرف الدين قال والله لقد رأيت منه ما لم يرى أحد من الناس دعوني والله أكون عند قدميه أخوه وهو أكبر منه سناً أيضاً ولكن هكذا كان مع أخيه العالم الجليل المجدد الإمام أحمد بن تيمية لأن كان يرى من حال هذا الإمام شيئاً عجباً وقد ذكروا من خبره أموراً إنما تكون لولي من أعظم أولياء الله رحمه الله رحمة واسعة وألحقنا به في عليين المقصود أن يوشع كان خادماً لموسى فقال موسى لخادمه وغلامه وإذ قال موسى لفتاه وهذا من الألفاظ المحبب بدل أن يقول خادم بدل أن يقول غلام حتى يقولون ماذا فتاه هذا ألطف في التعبير وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين لا أبرح أي لا أنقطع لا أترك سأستمر في رحلتي أطلب مكان هذا العالم حتى أصل إليه وهذا من همته وحرصه على تلقي العلم عليه السلام لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين هذا المكان الذي قاله الله عز وجل لي أو أمضي حقباً والحقب مفرده حقب هكذا أقل ما يكون في لغة العرب سبعون سنة أقل الحقب في لغة العرب أن يكون سبعين سنة فيقول سأذهب حتى أجد مجمع البحرين أو أمضي لمدة سبعين سنة أو أكثر من ذلك من أجل أن أصل إلى هذا الرجل لأتعلم منه ما ليس عندي من العلم وهكذا تكون الهمة في طلب العلم ورحم الله الإمام أحمد لما قيل له يا إمام ومن أين لك هذا الحديث قال وما تسأل لقد طفت الدنيا على قدمي مرتين الحين الواحد في الطيارة يقل لا ارحل اطلب العلم فيقول والله تعب طيارة ساعتين والوجب مقدمة ويقدر ينام ويريح ومكيف وواصف وهذا أحمد فقير لا يملك حمارا يركبه ويخرج من بغداد حتى يصل إلى خرسان وإلى بلاد ما وراء النهر ثم يعود فيذهب إلى الشام ثم يسير حتى يصل إلى مصر ثم يخرج إلى الحجاز ثم إلى صنعان في اليمن ثم يعود إلى بغداد فيبلغه أن هناك من أهل العلم من لم يأخذ عنهم بعض الحديث فيحمل زاده كسرا من الخبز فيرحل مرة ثانية فيطوف الدنيا حتى يعود إلى بغداد وهو في الأربعين من عمره فلا عجب أن يكون إمام الأئمة رحمه الله وهكذا تكون الهمم وهكذا تنعقد العزائم والله إني أعرف من أهل هذا الزمان حتى ما يقول هذا أحمد وبنتيني من أهل هذا الزمان من عينه في كتابه أكثر من أربع عشرة ساعة في اليوم الواحد ما ينهض رأسه عن العلم وعن الكتب وعن الدرس إلا من أجل صلاة الجماعة وينضي في الدرس ويجد لذة وراحة لأنه عود نفسه على ذلك وهكذا ينبغي أن يكون أهل العلم في طلبهم لهذا العلم الثمين الغالي الذي جعله الله عز وجل أشرف ما يطلب في الدنيا وأعظم ما يكون رفعة في الآخرة قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين مجمع البحرين اختلف فيه اختلافا بينا ولكن مما ينبغي أن يعلم أنه لن يخرج بأي حال من الأحوان عن أن يكون إما في حدود مصر في التقاء البحر الأحمر وخليج العقبة قناة السويسة الآن هي جديدة لكن هذا التقاء بين البحر الأحمر الذي كان يسمى قديما بحر القلزم وبين البحر الأبيض المتوسط فهذا مكان التقاء بحرين فإما أن يكون هذا وإما أن يكون التقاء نهر الأردن ببحيرة طبرية الآن الموجودة في فلسطين التي على الحدود مع هذه الدولة المحتلة إسرائيل سأل الله عز وجل أن يعجل بزوالها في حدودها أيضا مع الأردن هم من غرب البحيرة والأردن من شرقها فهذه البحيرة يصب فيها نهر الأردن وهي بحيرة مشهورة قديما وهي أكبر منها الآن المقصود أن مجمع البحرين إما أن يكون هنا وإما أن يكون هناك أما من قال بأنه التقاء البحر الأسود يقصدون المحيط الإطلنطي مع الأبيض هناك على ضفاف المغرب وأما من قال بأنه على الخليج العربي ونحو ذلك فهذه أقوال ضعيفة وبعيدة جدا عن مكان موسى عليه السلام المقصود أن هذا هو ما يحتمل في مجمع البحرين فرحل موسى هو ويوشع حتى بلغ مجمع بينهما قال الله عز وجل فلما بلغ مجمع بينهما بين هذين البحرين نسي حوتهما كان موسى قال لغلامه إني سأرتاح قليلا فانتبه للحوت إذا خرج من المكتب فأخبرني هذه الآية التي أعطاها الله عز وجل إياه فنام موسى وبقي يوشع تحركت الحوت واضطربت وخرجت ثم سارت في الماء وكان هو وإياه يمشيان على سيف البحر قريب فكان هذا المكتل السطل هذا على ضفاف الماء فأراد الله أن يعطيهم الآية فتحركت هذه السمكة وخرجت وثارت في الماء الله عز وجل أراد أن يخبر موسى ويوشع بآية من آياته لما سقطت في الماء وسارت قال الله عز وجل فاتخذ أي الحوت سبيله في البحر ساربا والسرب في أصل اللغة هو النفق فالحوت سار في الماء فأصبح يشق الماء شقا والماء لا يعود إلى طبيعته التي كان عليه فهذا معنى سربا كما يمشي الإنسان على التراب فيبقى أثره عليه كذلك الحوت مع الماء فسارت في الماء وبقي أثر سيرها ظاهرا على الماء لم يعود الماء إلى ما كان عليه كما هو المعتاد حتى يخبرهما ربنا سبحانه وتعالى بالآية قال فاتخذ سبيله في البحر سربا لما قام موسى عليه السلام قام الغلام معه وأخذ الغلام بالمكتل ومضيا ولم يخبره عن فقد الحوت حتى شعر موسى بالتعب قال الله عز وجل فلما جاوز مضى مدة من الزمن جاوز يعني سار مدة من الزمن طويلة قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفننا هذا نصب سبحان الله كنا مشينا مدة ولم نتعب لم ننصب الآن هذا المشي الأخير تعبت منه كثيرا وانظر إلى ولي من أولياء الله إذا فاته شيء مما يريده هيأ الله له الأسباب هنا فشعر بالتعب فسأل الغلام ما الذي تغير لماذا تعبنا في هذا السفر الأخير لقد لقينا من سفرنا هذا نصب عند إذ تذكر يوشع فقال لموسى قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة لما أوي ونام موسى عليه السلام عند الصخرة فإني نسيت الحوت نسيت أن أذكر لك أن الحوت خرج حيا من المكتل وسار في البحر وما أنسانيه إلا الشيطان الشيطان هو الذي أنساني أن أذكره لك يعتذر الغلام لنبيه موسى عليه السلام يعتذر له أن ما جرى هذا ليس مني وإنما الشيطان هو الذي أنساني وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره أي أن أذكر لك ما جرى من حال هذا الحوت واتخذ سبيله في البحر عجبا كان يوشع قد رأى ما جرى من حال الحوت في البحر أي السرب هذا فتعجب منه لكنه مع ذلك نسي فعبر عن ذلك قال واتخذ سبيله في البحر عجبا فهو بالنسبة للحوت سربا وبالنسبة ليوشع عجبا نعم فجاء التعبير في الأول عن الحوت والثاني عن الفتى قال ذلك ما كنا نبغ هذا موسى عليه السلام يقول قال ما ذهب يعاتب وهكذا هي أخلاق الأنبياء وأن واحدا مننا قال لابنه أحضر لي كذا أو انتبه لي كذا أو عطاها مفتاح السيارة وقال لا جيب لي الغرض الفلاني وبعد ربع ساعة ها أحضرت الغرض قال لا والله نسيت يبقى المعذرة ايش بيسوي معاه بيقول لا والله ما عليش يا حبيبي ما عليك بس طيب الآن لهتك والله تذهب وتحضر للغرض أتمنى أن يكون ذلك والله أكثرنا يمسك على ما قال ما يرد إلا عنق هذا الضعيف وقال للك وعلمتك ودائما وهذه صوتك معي وأنت ما تحترمني ولا تقدرني ويبعد ساعة لو أنه بعشر دقائق عطاه يجيبهم الرثاني أنت المشكلة كلها موسى مشى وتعب في السفر ثم تذكر الغلام بعد أن ذكره موسى ايش قال قال ذلك ما كنا نبغ ايه هذا الذي نريده ما التفت إلى قضية التعب والذهاب والمجيء والله أني أعرف بعض الإخوة أحبتي إذا نسيت زوجته عود كبريت طلعين في رحلة ينسون الصدر ويلعبون ويرتاحون فجاء ذاكي اليوم يالله فرشوا وجلسوا جمعوا للحطب مبسوطين ما عندهم خلاف قال يالله هاتوا عود الكبريت خلونا نشب بالنار قالت الزوجة طيب فتحت الشنطة نسيت عود الكبريت ما هو معنى قالت الولد دور الله حافيك بسير تبوك لا يفضحنا والله نسوي فينا سوات ما فما في عود كبريت ماذا قال الولد لأبوه وخايف نسينا عود الكبريت نسيت عود أنا ما عمري طلعت معكم مرتحت أصلا أنا غلطان أصلا اللي أطلعكم أنا اللي فيني وفيني وانا بن مني اللي أسمع كلامكم وطعنه إياكم ويقعد لساعة وتروح الرحلة وهواش وغضب وعنا ما قال وصداع وصكت راس ويرجعون بالهم والغم يا أخي كان بالإمكان نركب سيارتك أقرب طريق ومحطة واشتري لك يا أخي بريال علبة كبريت كاملة وقل والله مرة ثانية رجع لا تنسون يعني راح علينا ربع ساعة راحين جايين لكن ما عليش صار الخير إن شاء الله وانت وشبين النار وولعته وساعة صدر ورجعت العيشة وانتم من أحسن ما يكون قال موسى هنا قال ذلك ما كنا نبغي هذا الذي نريده فارتد على آثارهما قصصا يرجعون قصص بمعنى يتتبعون مواضع القدمين يمشيان يرجعون مع نفس الطريق تماما قصص للطريق الذي قطعاه مع نفس الطريق يرجعان عليهم السلام قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا العبد هنا هو الخضر عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله ولكنه ليس من الرسل ولا من أولي العزم من الرسل فموسى أفضل منه بإجماع أهل الكتاب بإجماع اليهود والنصارى والمسلمين ولكنه آتاه الله من العلم ما لم يؤتي موسى وهذا يكون فوجد عبدا من عبادنا الآن اجتمع ثلاثة اجتمع موسى رسول واجتمع الخضر النبي واجتمع يوشع الفتاة الفتاة إلى الآن لم ينبأ وإنما نبأ بعد موسى عليه السلام فأصبح نبيا فكلهم أنبياء عليهم الصلاة والتسليم هذا يوشع لما حضر هنا اختفى من القصة تماما ليش اختفى من أدب العلم الآن هناك عالمان شامخان اجتمعا ومعهما غلام ليس بنبي إلى الآن صغير فهو اختفى من القصة لما من أدب العلم هنا أن الصغير يتعلم من العالم الكبير لا يتحدثون وليس له دور وإنما يستمع إليهما كيف يعلم الله عز وجل موسى والخضر فأراد أن يستفيد من هذا اللقاء العظيم بين علمين من أعلم من وهب الله عز وجل إياهم العلم فعند موسى من العلم ولا شك العلم العظيم علم الوحي والتوراة وعند الخضر من العلم ما ليس عند موسى فأراد أن يستفيد من ذلك وتنبأ في بداية طلبك للعلم ألا تناكف وتكثر من المشاكسة مع العلماء ومع من تحضر عندهم وتستفيد منهم فإنه دائما من يكثر من النقاش والجدال هكذا يضيع عنه كثير من العلم حتى قال الشعبي يتكلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الزهري يقول كان أبو سلمة فقيهاً عالمًا ولكن حرم كثير من العلم بسبب مجادلته لابن عباس ابن عباس كبير أبو سلمة صغير فتى فكان يتعلم من ابن عباس ويكثر من الاعتراض على ابن عباس فحرم كثير من العلم بسبب هذا الاعتراض حتى جرى في قصة أن اجتمع عائشة وابن عباس وأبو سلمة في غرفة عائشة فجرت مسألة فتكلمت عائشة ثم أراد ابن عباس أن يتكلم فتكلم أبو سلمة مستعجل ما عنده ما تعلم يعني أدب العلم كاملاً فاستعجل أبو سلمة فتكلم بما عنده سكت ابن عباس حتى انتهى أبو سلمة فقام ابن عباس يتكلم فأخذ أبو سلمة يجادل ابن عباس فيما يقوله يعني ما اكتفى أن تكلم قبله بل أخذ يجادله الآن فيما يذكره ابن عباس في رأيه في هذه المسألة فكانت عائشة تستمع إلى أبي سلمة فلما انتهى قالت يا أبا سلمة والله ما أنت إلا كفروخ سمع الديك تصيح فصح شوفوا لما يكون عندنا هذا شبك في شوي دجاج ومعهم كمديك وفي فروخ صغار كذا تلقى الديك الصغير واقف حاول أن يؤذن بأي طريقة يبغى يثبت وجود فتكون لأنت مثل هذا الآن إيش هذا أمامك عالم الله عز وجل رزقه من العلم والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالفقه والعلم وأنا أم المؤمنين وحال من تعرف وتابع إلا أن تتكلم وأن تناظر وأن تجادل وأنت هكذا كانت تنهاه عن مثل هذا الخلق يوشع كان عارفا أن هذا لا يناسب مع العلماء وسيحرم من العلم ما يحرم إذا دخل معهم في نقاش وهو لا يدري ولا يفهم ماذا يدور بين الأكابر هنا سكت يوشع انتهت القصة معه عليه السلام تماما اختفى يوشع وجرت القصة الآن بين هذين العلمين فقال الله عز وجل فوجد عبدا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال الله رحمة قبل العلم لأنه أخي تنبه العلم الذي يكون في العقل إذا لم يكن معه رحمة من الله يكون ويل وبال وعذاب وزيغ وهلاك وضلال بالنسبة للإنسان فأنت إذا دعوت ربك فدعو الله عز وجل علما معه رحمة العلم النافع لأن العلم على نوعين كما يقوله الحسن البصري علم على اللسان تقعد قدام الناس وتتكلم ساعة وساعات علم على اللسان فتوى تقف في الفضائيات في كل مكان وتفت الناس بالدليل والبرهان وأقوال الفقهة والخلاف والحجة علم لسان تستطيع أن تتكلم عن الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً وتحقق الكلام في دقائق المسائل هنا علم لسان هذا حجة الله على عبده وعلم في القلب هذا حجة العبد عند ربه فأنت لا تسأل العلم الأول وتترك العلم الثاني فإن الهلاك هنا وإنما لابد لك من العلمين مع العلم الذي معه رحمة ولذلك قال الله عز وجل آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وذا الذي يسمى العلم اللدني الذي من عند الله والعلم أخي المبارك هو على ثلاثة أصناف إما علم تتلقاه بجهدك وسعيك وهذا كالعلم الذي يحصله كثير من الناس من دون أن يسأل الله عز وجل أن يوفقهم في هذا العلم فتجد أنه عالما في التفسير في الفقه في الحديث في الرياضيات في الجغرافيا في الطب في الهندسة في الكيميا في سائر الاختصاصات مبرز كبير جدا وهذا النوع من العلم إن لم يكن ضار بالعبد فإنه لا يكون له نافع هي حصيلة الدنيا يأكل منه ما عاش وليس له في الآخرة من خلاق لأنه ما قصد الله ولا توكل على الله في تحصيله هذا هو العلم الأول العلم الثاني هو ما تسعى إلى تحصيله متوكلاً على الله ومعتمداً عليه سبحانه في نيلي هذا العلم هذا النوع الثاني وهو علم نافع إلى الغاية يجمع فيه العبد بين سؤال الله عز وجل وبين سبب من عنده يبذله لتحصيل هذا العلم وسواء كان هذا العلم علماً شرعياً أو كان علماً طبعياً في الرياضيات في الفيزياء في الكيميا في التاريخ في الإعلام في الحاسب الآلي في سأر التخصصات إذا كان طلبه مستعيناً بالله على تحصيله فإنه سيُثاب على هذا العلم والعلم الثالث وهو أعظم هذه العلوم هو ما يتفضل الله عز وجل به على عبده من عنده وهو ما يسمى بالعلم اللدني أي من لدني الله وهو الذي أعطاه عبده الخضر عليه السلام وهذا محض تفضل من الله يكون بسبب كثرة الطاعة وكثرة الإقبال وكثرة البكاء وكثرة الدعاء فإذا رضي الله عن العبد علمه ما لم يكن يعلم وهذا لا يؤخذ من الكتب ولا من الأشرطة ولا من دروس العلم ولا من الجامعات وإنما يقذفه الله عز وجل بصيرة في قلبي من رضي عنه ومن أحبه من عباده ومن أكثر من سؤال الله هذا العلم وهذا أفضل العلوم وأعلاها وأعظمها ثمرة وأعلى هذا العلم هو العلم بالله أن يقذف الله في قلبك أن تعرف ربك ومولاك حق المعرفة وهذا هو أعظم العلوم وأفضلها وأكثرها أثراً على العبد في الدنيا والآخرة قال وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا يسأله موسى وانظر إلى الخطاب قال له موسى هل أتبعك شوف أتبعك لم يقل ماذا هل أكون معك لا أتبعك أكون تابع لك لا إله إلا الله يعني من أولي العزم من الرسل وهو أفضل من الخضر ومع ذلك يقول لا أتبعك أكون معك تابع لك أنت في الأمام وأنا خلفك لا بأس لكن أتعلم مما علمت هل أتبعك على أن تعلمني درسني تعطيني من هذا العلم مما علمت رشدا أعطني ليس كل العلم قد لا أستطيع ولكن علمني شيئا من الرشد الذي آتاك الله عز وجل إياه انظر إلى الذل والتحبب في طلب العلم هذا الذي فهمه ابن عباس لما كان ينام على عتبة بيوت العلماء من أنصار الصحابة فيأتيه من يقول له يا ابن عم رسول الله يعني تنام هنا والتراب ينسف على وجهك هل لا بعدت إلي فآتيك أنتم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هل لا أرسلت إلي فآتيك في بيتك فيقول ابن عباس لا العلم أحق أن يؤتى أنا الذي آتيك وأنا الذي أنام فيقول ابن عباس والله ما أردت إلا أن أتحبب إليه يعطيني العلم وهو مبسوط وهو مرتاح أتحبب إليه في هذا وأعرف من طلاب العلم في هذا الزمن والله من كان يذهب إلى شيخه فينقذ عند باب بيته ساعة وأحيانا ساعتين وأحيانا ثلاث من أجل فقط أن يتحبب لشيخه فالشيخ يدخل أو يخرج فيرى واقف فيأتي في سلم عليه السلام عليكم يا شيخ الله يتزاك الخير أنا عندي مسألة كان في فرصة قال له والله أنا مشغول يا ابني يعني وقال طيب لا بأس أجيك مرة ثانية آسف يا شيخ مع السلام ورجع إلى بيته وبيته يبتعد عن بيت شيخه أكثر من عشرين كيلومتر ثم يأتي مرة ثانية لا يريد أن يسأله عن المسألة لا يريد فقط أن يتحبب لشيخه ليعرف أنه حريص على العلم فقط فقط لا يريد إلا ذلك وهذا هو الذي أراده موسى مع الخضر هنا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرى الآن يقول له أنت ما تستطيع هذا العلم الذي عندي ليس عندك لن تستطيع معي صبرا يا رجل كيف وكيف تصبر على شيء لم تحط به يعني ما أجاءك من الله عز وجل وحي وعلم خاص في هذا الأمر قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فأول شيء تأدى فقال ماذا إن شاء الله يا أخي ما عليش خلني أطلب العلم عندك ويمكن يكون كما ذكرت لكن لعلي إن شاء الله لا أكون كذلك تقبلني ستجدني إن شاء الله صابرا ثم قال ولا أعصي لك أمرا أنا معك مؤدب تماما كل يمين أكل لك يمين كل يسار أكل لك يسار أمرني أمتثل لا أعصي لك أمرا سبحان الله من الذي يتكلم هنا كليم الله كليم الله خاصة الله من خلقه ثم يتذلل للعلم هذا التذلل نعم لأنه يعرف قدر العلم أخي يعرف قدر ما يطلب فهان عليه أن يذل نفسه من أجل هذا الذي يطلب قال بعد ذلك قال فإن اتبعتني اسمع وشوف العبارة كيف قال فإن اتبعتني شوف يا موسى اسمع إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لكم إنه ذكرى شوفك حتى الخضر يعني كان يتعامل مع موسى كما يتعامل المعلم مع تلميذه لا تتكلم معي بشيء لا تسألني إن كنت معي أبدا ولا شيء ولا كلمة حتى أقول لك أنا من عندي لا تسألني عن شيء أبد حتى السؤال حتى أحدث لك من عندي أنا أحدث لك أمر أكلمك أنا أبتدع الكلام قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى فانطلق وافق موسى عليه السلام على هذا الشرط فانطلق مضي حتى إذا ركب في السفينة خرقها أول ما بدأ فضر سفينة فقام فخرق هذه السفينة سبحان الله كان ينتظران على ساحل البحر فجاء أناس فيعني أحسن إليهما فأركباهما في السفينة فلما ركب الخضر ذهب في زاوية من السفينة لا يرى فقام فقلع لوحة السفينة حتى إذا ركب في السفينة خرقها قلع لوحا منها ما تحمل موسى عليه السلام موسى قد تعلم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل شيء إلا أني أرى منكر أمامي ما أصبر فرأى منكر أناس يحسنون إلينا وأنت تسيء إليهم ماذا تفعل يا رجل قال أخرقتها لتضرق أهلها لقد جئت شيئا إمرأ إيش سويت جئت شيء إمرأ الإمرأ هو المنكر يعني اليسير أقل من نكرأ إمرأ يعني شيء مستقبح مستهجن لا يحب كيف تفعل يا أيها الرجل بمن أحسن إلينا هذا الفعل أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرأ التفت إليه الخضر فقال له قال انظر وكأنك تتأمل الآن الخضر وهو يلتفت إلى موسى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي الصبر شفت يا موسى قيل لك العلم هذا ما هو عندك ما تستطيع لم تحط به تنبه موسى عليه السلام قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسراء أنا نسيت ومن يعني حسن تعليم المعلم أنه يتجاوز عن خطأ تلميذة فيقول له لو سمحت يعني تكرم هذه المرة فتجاوز عني شوف كيف كلام الآن العالم مع المتعلم كيف نوعية الخطاب أخي هذا من أراد العلم هكذا وهذه في فتنة العلم ولا سبيل إلى نين العلم إلا بهذا وإلا تقع في فتنة العلم فيقول موسى للخضر عليه السلام لا تؤاخذني بما نسيت أنا نسيت ولا ترهقني أي لا تعنفني وتزد في تعنيفه ترهقني أن يكون التعنيف شديدا ولا ترهقني من أمر عسراء تعنفني شديدا فيكون في نفسي أمر عسير علي هذا فخفف الأمر رجاء يرجو معلمه فسمح ومضي فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله الخضر لقي غلاما يلعب وكان وضيئا كما يقول ابن عباس أخذها من كتب بني إسرائيل ولا بأس بذلك يقول كان غلاما وضيئا من أجمل فتيان عصره فكان يلعب مع الغلمان فجاء الخضر من بينهم فأخذ الغلام فقتله فموسى لم يتحمل هنا غلام ولم يذنب ذنبا فيأتي هذا الرجل فيقتله إن تحملنا في خرق السفينة كيف نتحمل هنا في قتل نفس لم تذنب فقال موسى عليه السلام مباشرة وهذا من أدب موسى الذي أدبه الله عز وجل به النهي عن المنكر قال أقتلت نفسا زكية نفس طاهرة ليش لأن غلام إلى الآن لم يكلف يعني بكل الأحوال لا يمكن أن تقول بأن هذا يستحق القتل لأنه لو كان مكلفا كان يقول موسى يعني هذا بلغ وفعل فعلا يستحق عليه القتل لكن ما يمكن هذا حتى لو قتل لا يقتل لأنه لم يجري عليه القلم قال أقتلت نفسا زكية باليقين هي زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرى ما المسألة إمرأة لا إمرأة هذه سهلة في البداية أما هذه بالنسبة لك الخضر هذه نكرى أي أمر عظيم النكارة قتل نفس ما يمكن أن أصبر على هذا فالتفت الخضر إلى موسى ثم قال له قال ألم أقل لك زاد هنا ليش لك علمتك يا موسى لكن ماش ما رضيت ما أطعتني ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا ما قلت لك كذا تنبه موسى قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا ما خلاص يعني هذه آخر مرة المرة الأولة وتجاوزت عني الثانية إن سألتك عن شيء ثالث فبعدها يعني افترق عني وقد عذرت من نفسك تماما فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها لعلك تتأمل هنا فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما المسألة فيها ضمائر إلا أهلها جاءت صريحة هنا كان بالإمكان أن تأتي الآية فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقضف أقامه الآن تلحظ أن الإسم الصريح جاء سيأتيك الآن أن الإسم الصريح بقي هذا ولم يعبر عنه بالإضماء كما في بقية الآيات وأوضح لك هذا السبب قال فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما كانوا أصحاب لأم وبخل فما يكرمون ضيوفهم فوجد فيها جدار يريد أن ينقض يريد أن ينقض أي أنه قريب من الإنكباض وأنا من مجازات اللغة يريد أن ينقض فأقامه فلم يصبر موسى موسى جائع ومهموم وجرى له ما جرى سابقا فبعد أن أقام هذا الجدار والأهل هناك أهل القرية سألوهم أن يطعموهم فأبوا قال موسى للخضر لو شئت لا اتخذت عليه أجر يا رجل يعني كان أطعمتنا ولو شيء سوي هذا الجدار هكذا بدون أجره لماذا فقال له الخضر مباشرة هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أنا سأخبرك بالذي جرى مني ومنك وهذا من أدب العالم مع المتعلم لا ينبغي للعالم أبدا أن يترك المتعلم في حيرة وهذا قد يقع فيه بعض المعلمين يثير الإشكال والشبهة ثم لا يجيب عليها فيكون الطالب في حيرة وأحيانا يجيب بما لا يشفي فهنا صحيح أن موسى أخطأ ولكن الخضر عليه السلام أراد أن يبين لتلميذه بيانا تاما شافيا لماذا فعل كل ذلك ولذلك ليس من حسن التربية أبدا وتنبه على هذا ليس من حسن التربية أن تفعل فعلا الطالب أو الإبن أو التلميذ أن يفهمه على نحو يكون فيه من الخطأ ما فيه ولا توضح له فإن من جنايتك على تلميذك أو على ابنك أو على طالبك من جنايتك أن لا توضح ففعلت فعل ما فهم لماذا أنت فعلت هذا فيقول الإبن في ذهنه ليش أبوي فعل كذا يعني ما يصلح هذا الكلام قمت مرة فصليت في البيت فالإبن رأك تصلي مثلا العصر في البيت رجع من المسجد وإذ بأبيه يصلي العصر في البيت ما تصلي العصر وتسكت ما يصلح هذا وإنما تأتي إلى ابنك الآن فتقول له والله يا ابني أنا والله كنت مريض جدا ولا أستطيع أن أمشي ومتعب إلى الغاية والله عز وجل قد عذر المرنى أن يصلوا في بيوتهم ولذلك أنا صليت هذه الفريضة في بيتي لما عجزت أن أصل إلى المسجد لما يراك تلميذ تضرب آخر توبخه تكلمه بعنف وأنت لك حق في هذا لابد أن توضح وتبين لماذا فعلت كذا وهذا الأدب هو الذي سار عليه الخضر في تعليمه لموسى عليهما السلام أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكباج ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر